اشتركوا في القناة باقتناء الدولار مشرين إلى أن الأوضاع التي يعيشها الشرق الأوسط تلعب دوراً أيضاً في مسألة خفاض قيمة الدينار أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار صرف الدولار ساهمت بصعوبة المعيشة ورفع مستوى البطالة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات وقال الخبراء أن نسبة البطالة في العراق تبلغ نحو 20% لكنها مع ذلك ما تزال مرتفعة وتشكل قلقاً حقيقياً لدى المجتمع مضيفين أن انخفاض قيمة الدينار سهم في تراجع المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة والمتوسطة وزاد من معاناة العاطلين عن العمل أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية بلغت أكثر من 104 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الماضية أظهر جدول للبنك أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر التسعة الماضية وفداء من كانون الثاني والإغاية شهر أيلول بلغت نحو 105 مليار دينار وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين قالت وزارة المالية في حكومة كردستان العراق قالت إنها أرسلت تقرير ميزان المدفوعات عن ثلاثة أشهر إلى بغداد وقالت مالية كردستان العراق إنها أرسلت ميزان المدفوعات عن أشهر تموز وأبو أيلول بإرادة ونفقات كردستان العراق إلى الجهات المانية في بغداد وكانت الوزارة قد كشفت الأسبوع الماضي عن إرادات كردستان العراق ونفقاته للأشهر الستة الأولى من عام 2023 الجاري بما فيها إرادات مبيعاته وصادرات النفط ونفقات الاستهلاك المحلي للنفط انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة مع حذر المستثمرين ذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ما تراجعت العقود الأجيرة لإخام برينت دولاراً وسنة واحدة لتصل إلى 89 دولاراً و37 سنة للبرميل الواحد ما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار دولار و34 سنة لتصل إلى 84 دولاراً و20 سنة للبرميل الواحد بحسب محللين اقتصاديين فإن التصعيد في الحرب بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال يشي باجتياح بري المتوقع على نطاق واسع والآن هذه انتقال سريعة مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله